في اليوم الرابع بعد المئة من الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة قالت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 172 شهيداً وأصيب 326 فلسطينياً خلال 24 الساعة الماضية وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وأشر إلى ارتفاع حصلة العدوان الإسرائيلي إلى 24620 شهيداً 61830 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي فيما يسمر انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم السابع على التوالي إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد ارتقاء الزميل لأواء الرجب مدير عام قناة القدس اليوم الفضائية بقصف إسرائيلي كما شهدت مدن الضفة الغربية تصعيداً كبيراً وسط استمرار الاكتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية حيث سشهد فلسطيني في مخيم نور شمس بطول كرم ما يرفع عدد الشهداء إلى 6 خلال 24 الساعة الماضية حيث كان خمسة فلسطينيين قد سشهدوا في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة على سيارة بمخيم طول كرم شمال الضفة هذا وخلف العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 365 شهيداً ونحو 4200 جريح فيما ارتفع عدد المعتقلين بالضفة إلى 6090 فلسطينياً بعد اعتقال الاحتلال 60 شخصاً يوم أمس بينهم أطفال وأسرى سابقون